السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشباب ساكندري 2 أهلا بكم النهاردة ان شاء الله معدنا مع تشابتر 2 في منهج الالجبرا فوضل عندنا تشابتر 2 في الالجبرا بيتكلم على حاجة اسمها البرميوتيشن والكمبيوتيشن الحلقة النهاردة لطلبة العلمي وطلبة الأدبي وطلبة الأزهر يلا مع بعض نفهم يعني ايه البرميوتيشن طبعا الناس ان شاء الله اللي هيكملوا علم الرياضة السنة الجاية هيبقى ده اول لسن عندهم في منهج الالجبرا اللي هو تشابتر 2 عندك السنة دي هو لسن 1 او تشابتر 1 عندك بإذن الله في منهج الالجبرا السنة الجاية يعني اصلا برميوتيشن يا ولاد بداية كده خلي بالك ان تشابتر 2 انا قسمته لك لكم حاجة عشان بأسسك للسنة الجاية ممكن اخلصه كله في حلقة واحدة ولكن عايزك تبقى فاهم كل كونسبت كويس جدا موجودين في تشابتر 2 بداية كده شابتر 2 بتكلم على حاجة اسمها الفاكتوريال فاكتوريال يا ولاد وبتكلم على حاجة اسمها البرميوتيشن وبتكلم على الكمبينيشن وكمان حاجة اخيرة اسمها كاونتينج برانسيبل طبعا السيمبول ده هو اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة اسمه البرميوتيشن ايه قصته؟ جي منين؟ بنعمل بي ايه؟ ايه لايف ابليكيشن؟ هنتكلم في قول ده النهاردة ركز بقى معي وطبعا ده اللي هو الكمبينيشن طبعا برميوتيشن اولها بي فبنقول دي كابتال بي الكمبينيشن اولها سي فبنقول هنا كابتال سي ده بلس الكاونتينج برانسيبل اللي هو عامل ازمة الناس كتير جدا فيه تانية سنة اول ركز بقى معي كويس اوي النهاردة هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على الفاكتوريال نبدأ يلا مع بعض بالفاكتوريال يعني ايه فاكتوريال يا اولاد؟ ده لسن وان عندنا انا مقسم الشابتر ده عشان اقسسك كويس جدا ان شاء الله للسنة الجاية كلمة فاكتوريال دي جاية من كلمة فاكتوريزيشن جاية من كلمة ايه؟ فاكتوريزيشن كلمة فاكتوريال لها سيمبل عندك على الكالكيليتور اللي هو ده العلامة دي معناها فاكتوريال ان يا اولاد يعني كلمة فاكتوريال بدل ما اكتب كلمة فاكتوريال فاكتوريال n عندك على الكالكوليتر هتبقى shift وفيه زرار كده جنب اللوج اللي هو علامة التعجب دي تكتب الرقم وبعدها علامة الفاكتوريال ادي n فاكتوريال اسمها كده n فاكتوريال او فاكتوريال n يعني ايه فاكتوريال n اصلا فاكتوريال n دي بمنتهى البساطة انك بتقعد تكرر النمبر اللي موجود هنا بس يدسين دينجلي يعني ابدأ بالn واللي بعده اخد n-1 وn-2 وn-3 وn-4 لحد ما توصل ل3 by 2 by 1 مش فاهمين طب تعال اقول لك بالراحة لما اقول لك فاكتوريال 7 يعني ايه فاكتوريال 7 يعني افضل اقول لك حطيلي 7 وافضل نزل في 7 قعد اعمل decrease by 1 بقى زي السيكونس كده بس كلها product هبدأ بال7 وبعدها نقص منها 1 6 by 5 by 4 by 3 by 2 by 1 هي دي فاكتوريال 7 طب لو قلت لك فاكتوريال 5 تقول لي 5 في 4 في 3 في 2 في 1 لو قلت لك فاكتوريال 3 تقول لي 3 في 2 في 1 لازم الفاكتوريال ينتهي ب3 by 2 by 1 اي معلامة فاكتوريال عندك لازم تخلص معاك ب3 و2 و1 يبقى لما قول لك فاكتوريال n تكتب لي ال n الاول بعد انت منس منها 1 n-1 منس 1 كمان n-2 n-3 n-4 هامشي كده forever لحد ما توصل ل3 by 2 by 1 عشان كده بديك الاكتوريال السهل ده ده اسمه فاكتوريال 7 اللي هو 7 by 6 by 5 by 4 by 3 by 2 by 1 خلي بالك انا ممكن اخد كل دول مع بعض واكتب الفاكتوريال بشكل تاني يعني دول عبارة عن ايه من اول 6 الحد 1 6 by 5 by 4 by 3 by 2 ده اسمه فاكتوريال 6 يبقى انا ممكن اقول 7 فاكتوريال 6 ادي شكل تاني يبقى كل الريكتانجل ده على فاكتوريال 6 يبقى 7 فاكتوريال 6 جميل طب ما انا ممكن اخد من هنا من اول 5 لحد 1 ده فاكتوريال 5 دايما الفاكتوريال بيبدأ بالرقم الاولاني يعني كل ده ممكن ما اكتبوهش اكتب فاكتوريال n بس ماي فاكتوريال n معناها كل الكلام ده هنا 7 دي ممكن ما اكتبش كل ده اول فاكتوريال 7 بس ممكن ما اكتبش كل ده اقول فاكتوريال 6 ممكن ما اكتبش كل ده اقول فاكتوريال 5 فانا ممكن اعمل الررائط اللي قدامي اقول 7 by 6 بس فاكتوريال 5 اهي وممكن اقول 7 by 6 by 5 فاكتوريال 4 وانسوء انزاي ما انت ماشي خلي بالك ما عندناش فاكتوريال للديسمال ولا الميكسد ولا الفراكشن يعني فاكتوريال 7.5 تقول لي ااسف حتى الفاكتوريال بالنجاتيب لو عندي مثلا فاكتوريال نيجاتيب 8 اقول لي سوء سوري ما عنديش فاكتوريال بالنجاتيب يبقى انا دلوقتي ممكن اقول لك مثلا اقول لك كده اقول لك مثلا 5 by 4 by 3 by 2 by 1 ده يديك ايه لو جيت مثلا قلتلك 6 مثلا by 5 by 4 by 3 by 2 by 1 ادام بدء بنمبر لحد الوان يبقى ده فاكتوريال اول رقم هنا يبقى فاكتوريال 5 طب دي 6 في 5 فورل لحد وان تبقى دي فاكتوريال 6 خلي بالك معايا كويس قوي الى عكس بقى لو قلتلك فاكتوريال مثلا 80 هتقول لي 80 في 99 في 88 هتقول لك بكل ده لحد ماوصل ل3 by 2 by 1 ادي الفاكتوريال يا جماعة يبقى دي كل اللي انا قلتو ده معناه فاكتوريال طيب ركز معايا قلنا فاكتوريال n تاني اللي هي n فاكتوريال او في n في n-1 في n-2 في n-3 لحد ماوصل ل3 by 2 by 1 كل دول مع بعض يبقى فاكتوريال مين هات الاولاني يبقى ممكن اكتبها بطريقة تانية او ال n فاكتوريال n-1 بتكتب كده اهي كده انا عملت ريديوس بدل مكتب كل المنظر اللي قدامي ده عملت ريديوس للفاكتوريال طب ماو ممكن واحد يقول لي n في n-1 فاكتوريال كل ده اللي هو فاكتوريال n-2 بقى n في n-1 فاكتوريال n-2 جميل جدا طيب وبعدين انت بتديني ده ليه مستر انا باعلمك ريديوس لو عايز اعمل ريديوس بقى اولاد نتعلم بقى اسبك من القصة اللي فقو دي طلع للجوة الفاكتوريال بره وميناص لي منه 1 مش هنقبقى نكتب كل الكلام ده تاني يعني خرج لبره n-3 فاكتوريال n-4 كده انا عملت ريديوس 1 طايم كمان مرة عندي فاكتوريال n-1 ممكن اعمل ريديوس مرتين احنا بنحكي بندردش لسه المسائل جاية هطلع n-1 بره وبعدين n انت بتغطي ميناص 1 يعني n-1 شيل منها 1 بقيت n فاكتوريال n-1 ده اللي بعديه فانا مسلا لو عندي سؤال زي ده فاكتوريال 13 على فاكتوريال 11 طب ما انا مستر ممكن اعملها على الكالكيليتور ايو تكتب اكتب 13 علامة الفاكتوريال فيه زرار كده مكتوب عليه علامة التعجب جنب اللوج هو ده الفاكتوريال اكتب 13 فاكتوريال تطلع بس عايزك تفهم فاكتوريال 13 على فاكتوريال 11 دايما الريديوس باخد اوصله دي 13 هعمل الريديوس كم مرة برافو عليك عايزك قاعد مصح صح هعمل مرتين هتطلع لي 13 برة في 12 فاكتوريال 11 انا بوصل 13 ل11 يبقى طلعي 13 برة ادي مرة وبعدين 12 يبقى 13 باي 12 ادي مرة تانية اللي بعديه فاكتوريال 11 حطولي جوه على فاكتوريال 11 يروحوا مع بعض يبقى انت طلعت الانسر طب دي دي n-5 على n-5 من الكبير في دول يا راجل حرام عليك n-5 اكبر بردو n-4 هي الاكبر يا ولاد يبقى ناخد ال n-4 نوصلها ال n-5 يبقى نعمل رديوس هاخد ال n-4 دي outside هعمل رديوس مرة واحدة بس لان n-4 من الساكسيسف من اللي وراها هتقول n-5 يبقى طلع لي n-4 برا فاكتوريال n-5 اهي على فاكتوريال n-5 اطيرهم مع بعض بقت الدنيا سهلة خالص طيب لو قلت لك فاكتوريال n plus 2 equal 3 فاكتوريال n plus 1 ده ممكن يجيلك سؤال اصلا يقول لك هات ال n طب اجيب ال n ازاي هتاخد ال girit استفاكتوريال توصله لل small استفاكتوريال طب انا هعمل رديوس كم مرة قبل ما تكتب تبقى فاهم لأ انا هطلع n plus 2 مرة امينس منها وان تبقى n plus 1 يبقى نعمل فاكتوريال هعمل رديوس مرة واحدة للفاكتوريال اطلع n plus 2 فاكتوريال n plus 1 دي اللي عليها الدور وتسيب ده زي ما هو شيل بقى الفاكتوريال مع الفاكتوريال ثم بطلع ال n ود 2 ناحية التانية يبقى ال n ب 1 زي ما ناخد كمان شوي كمان مرة لو دي فاكتوريال n minus 1 دي 12 فاكتوريال n minus 3 هعمل رديوس اوصل n minus 1 لn minus 3 يبقى n minus 1 هتعمل كم مرة رديوس جدع مرتين يبقى خرج n minus 1 وبعدها n minus 2 فاكتوريال n minus 3 اهو وكتب 12 وطير طبعا الفاكتوريال مع الفاكتوريال الصفحة دي بفاهمك يعني ازاي تعمل رديوس للفاكتوريال طيب خلي بالك بقى فاكتوريال n minus 2 فاكتوريال 3 مينس n احنا اتفقنا ما ينفعش اللي جوه الفاكتوريال يبقى ديسمال او نيجاتيف نومبر لازم اللي جوه الفاكتوريال ده يبقى greater than or equal 0 يعني هنا مثلا لما تيجي تحل دي عشان بس نتناقش مع بعض هتقول لي يا مستر يبقى ال n minus 2 greater than or equal 0 يبقى لازم ال n هنا تبقى greater than or equal 2 يعني لما تيجي تعوض عن ال n ابدأ بتو عشان تطلع فاكتوريال 0 في فاكتوريال 0 تطلع ب1 لو انت عملت 0 فاكتوريال هل تديلك 1 يبقى ال n هنا belongs to a هتقول لي من اول 2 وال 3 وال 4 and so on طب جميل طب دي هتقول لي 3 minus n greater than or equal 0 في ناس عينيها جميلة معلش طول بالك معايا خرج 3 برا هتبقى negative n greater than or equal negative 3 لما تعمل divided by negative يا باش مهندس بتقلب السين دي لل opposite direction هتبقى ال n less than or equal 3 في ناس عينيها جميلة جدا يا مستر ما هي دي 3 minus n لازم ال n تكون اقل من 3 ده لازم يعني ما ينفعش ال n دي مثلا تبقى 4 لازم تبقى 3 أو 2 أو 1 أو 0 أو negative 1 يعني معنى كده ال n belongs to mين هنا هتقول لي 3 وال 2 وال 1 and so on يا طرى من ال common في الاتنين هتقول لي 2 وال 3 يبقى لو جات لك solution تقول لي والله ال n ممكن بتبقى 2 وممكن تبقى 3 خلي بالك لازم اللي جوه الفاكتوريال ده يبقى greater than or equal 0 وعشان كده قلت n greater than or equal 2 هنا وهنا ال n ليس than or equal 3 جبال n ممكن تبقى 2 أو 3 اي رقم من الاتنين دول مسائل بقى لو قلتلك n ما ينفع 3 في n ما ينفع 0 equals 20 هات ال n لأ ده أنا عايز فاكتوريا ال n هتقول لي يا ميسر طب ما سهل هعمل n by n يبقى n square ال negative 3 في negative 4 تبقى 12 المينز negative 3 n الاكستريمز negative 4 n يبقى negative 7 n هدخل ال 20 بال negative equal 0 minus 20 هنقق negative 8 وبعدين هعملها على تطلع ال n somebody and negative 1 اقولك انا مش هعمل كل ده عشان كده انا شرحت لك بسرعة ام ال a خب بقى الطريقة جيدة بقى طبعا هو عايز فاكتوريا ال n يبقى تقول لي فاكتوريا ال 8 لان ما ينفعش اقول n ب negative 1 طبعا يبقى فاكتوريا ال 8 وطلحة طبعا على الكالكليتور هيطلع الرقم من ال قدامك ده اكتب 8 فاكتوريال بصي بقى الطريقة الجميلة بقى اولا دول ساكسيسف صح هتقول لي اه طب ما انت شوف للتوينتي دي هي ساكسيسف لبرودكت مين باي مين يعني التوينتي دي تو باي تين لا دول مستاكسيسف هتقول لي فور وفايف يبقى انا ممكن اقول ن ماينس سري في ن ماينس فور اقوال فايف فور اعمل كومبيرنج بقى خد الجريتس مع الجريتس او السمولست مع السمولست يعني ممكن اخد ن ماينس سري هي الاكبر يا ولدي ن ماينس سري اكبر من ن ماينس فور يبقى ممكن اخد ن ماينس سري مع فايف هتبقى لن باي ت خلصت في لحظة او بتاخد ن ماينس فور يبقى لن باي ت برضو ويغنيك عن وجع القلب ده كله ما تعمل نصيحة ما تعملش ده دعيب انك تعملو انت كبيرت خلاص يبقى فاتوريالقيت على طول خلاص يطلع نفس النمبر خلي بالك يا جماعة الطريقتين قدامك اشتغل بالطريقة اللي تعجبك سؤال جميل جدا السؤال ده هنا بيقول لك فاكتوريال ان ويتو فاكتوريال ان ماينس تو وفاكتوريال تو ماينس ان يا طرى البريمتر بتاع تريانجل ده يبقى ايه انا جاب لكم افكار في منتهى الجمال يا جماعة في الحلقة دي والحلقة اللي جاية كمان هتقول لي اجيب بريمتر ايه هو انا عارف الان بكام يبقى لازم اجيب الان الاول يا ميستر اقول لك بربو عليك ايوه اشغل دماغك كده واتنقش معي في الحلقة لازم اجيب الان هتقول لي امسك الاولان يا معروف ان هنا الان لازم تبقى متفقين تعالي من اول هنا الان ماينس تو دي تبقى يعني الان يعني لازم الان تبقى قال من الطبعا الان من الاتنين هتقول لي خلاص خلص بشكل تاني عشان اللي نايم معلش معلش هتقول لي ان ماينس تو هنا هيبقى لان يعني الان ممكن تبقى التانية واحدة واحدة عشان كلنا نستوعب الجزء ده خرج التو برا يبقى ان يا بشماندس جريتر زان اور ايك وال نيجاتيف تو اعمل ديفودي ببينيجاتف تقلب دي هتبقى الان ليه زان اور ايك وال تو يعني الان تبقى بي لانك ستو هتقول لي التو والوان والزيرو وتنفع بنيجاتيف وان على فكرة ما انت هتحط تو مينس نيجاتيف وان تطلع بسطي في نمبر مين الكومن في الاتنين هتقول الان التو يا مستر هتقول لي ما خدناش الاولانية ما هو يا ابن الان جريتر زان يعني انت عندك ال N تبقى موجودة من أول الزيرو وال one وال two and so on. يبقى el two برضو common. يبقى في الثلاثة ال N هي تبقى ب two. يبقى انا اقدر اقول كده بسهولة. ال N تبقى ب two. حط هنا two بقى. تبقى دي two factorial two. وتبقى دي two factorial two minus two. وتبقى دي factorial two minus two برضو. احسب لي دي كده factorial two اللي يتو باي one اللي يتو. خلاص. ودي تبقى factorial zero ودي فاكتوريا الزيرو بدي 2 وفاكتوريا الزيرو بوان يا ولد يبقى 2 في 1 بتو وفاكتوريا الزيرو بوان 2 و2 و1 قبل ما تحل يا ولدي ينفع يبقى ده ترينجل أصلا ولا لأ أفكرك بترينجل إن الصم الأصغر 2 أكبر من الثالث يبقى 2 بلاس 1 3 جريتر زين 2 يبقى كان بيسايد لين في زبا ترينجل يبقى البريمتر اللي هو عايز يا باش مهندس تعمل لي 2 بلاس 2 بلاس 1 يطلع بفايفت ومتختار لحضرتك نمبر ايه الهبد مش هينفعك هنا أبدا لازم تعمل بنفس الستبس اللي احنا شغالين بها دي طب سؤال أجمل بقى بص معاي هنا بيقولك ايه هنا بيقولك اه بطنقوا وجعتكم أول ما بتشوفوا اللوج وموشنز على وشوشكوا بتبقى غريبة يا ابن الموضوع سهل لوج كام يدي لك 1 هتقول لي لوج 1 يدينا 1 ولا لوج مين ايه ابرافو عليك لوج تاني دينا 1 تمام او لوج 0 جميل قوي يبقى انا هبدأ الأول اقول 1 بلاس لوج اكس equal factorial 1 ما هو لازم يبقى قد بعض ما هو لازم تبقى الفاكتوريال يبقى هنا فاكتوريال وهنا فاكتوريال هتقول لي 1 اللي هي فاكتوريال 1 لان هي 1 باي 1 يبقى فاكتوريال 1 يبقى مرة 1 بلاس لوج اكس equal 1 تبقى لوج اكس هنا بزيرو لو انت نسيت افكارك كنا بنقول ان البيس هنا لو مش مكتوب يبقى 10 يبقى الاكس دي equal 10 power 0 اللي هي 1 او طبعا هتجرب انا عارفكم هتجرب على الكالكيليتور تطلع ب1 طب ما هو برضو ممكن فاكتوريال 0 ب1 زي ما قلنا من شوي دايما تخلي بالك فاكتوريال 0 ب1 وفاكتوريال 1 ب1 هيبقى 1 بلاس لوج اكس جوه الفاكتوريال equal فاكتوريال 0 يبقى 1 بلاس لوج اكس بزيرو يبقى لوج اكس بنيجاتيب 1 يا باش مهندس الاجس تبقى 10 power نيجاتيب 1 اللي هي او بوينت 1 او 1 على 10 يبقى ممكن تطلع معك الاجس ب1 وممكن تطلع معك ب1 اوبر 10 اللي هي او بوينت 1 يازم تفهم الكلام ده كواز جيد السؤال ده للعبقرة الناس التقال لما اجا اقول لك هنا half factorial n وفاكتوريال n minus 2 وكلكم ابطال factorial 3 minus n are the sides of او side length of the triangle عايز يجيب الارية تا ميستر بتصعبها علينا اولي يا جماعة الموضوع سهل ان شاء الله اولا ال n قولنا لازم ال n تبقى greater than or equal 0 لازم يبقى ال n ممكن تبقى 0 1 2 and so on او سيبقى كده هنا لازم factorial n minus 2 لازم دي تبقى greater than or equal 2 ال n greater than or equal 2 يعني ممكن تبقى 2 3 for and so on factorial 3 minus n هتقول لازم ال n للزان or equal 3 يعني ال n ممكن تبقى كام بص بقى من الكومون في التلاتة هنا في 0 1 2 3 في 2 معاك وهنا في 2 وهنا اللي قال من 3 2 برضو تبقى ال n ممكن تبقى 2 بس واحد يقول لازم يا مستر دا دي ممكن تبقى معاك 2 3 اقول لك برافو عليك يا مصح صح ايوة كده ما هو اللي اكبر من 0 يا جماعة ال 1 وال2 3 and so on وزيره معاك وهنا في 2 3 وهنا في 3 واللي قال من 3 2 يبقى ممكن تبقى ال n بتو وال n بس ري او تكتبهم زي ما انا كتبتهم لك من شوية كده يبقى انا اشتغلها مرة تين تعالها بس محط ال n بتو هنا هتبقى دي هاف فكتوريال هتبقى هاف فكتوريال 2 فكتوريال 2 بتو فهاف تبقى 1 هنا فكتوريال 2 minus 2 اللي هي فكتوريال 0 ب1 فكتوريال 3 minus 2 اللي هي فكتوريال 1 الانجل 60 متعودش بقى ترسمني تريانجل اكولاترال وتقول للباس كام والهايت كام بتاعت جريت 5 دي انت كبرت تعرف ان ده اكولاترال يبقى هاف البروداكت الانجل بينهم والانجل اللي بينهم ب60 يبقى الارية هاف تايمز وان تايمز وان ساين 60 اللي اروت سيني على 4 خلاص طيب التاني يا بقى ميستر يال هنحط هنا 3 هتبقى هاف فاكتوريال 3 كام هاف فاكتوريال 3 هتقوللي والله فكتوريال 3 إليا 6 إليا 3 باي 2 سيكس تايم هاف تبقى بـ 3 حطيلي 3 هنا يبقى 3 ماينس 2 1 فكتوريال 1 بـ 1 حطيلي 3 هنا 3 ماينس 3 0 فكتوريال 0 بـ 1 يبقى 3 1 و 1 أيسوسلس إرسم التريانجل واشتغل أقولك ده انتهبيد ده انت دخلت النقابة من أوسع أبوابها هتقولي ليه مستر ما أيسوسلس هو يا ولدي من قال لك ان ده الريانجل اصلا? ايوه خلي بالك بقى. لازم الصم يا ولاد يبقى اكبر من التالت. باخد اصغر تو سايدز وان بلس وان تو. هي تو اكبر من سري. اكيد لا. يبقى ده كانت بي سايد لانتز اوبا ترانجل. ما ينفعش. يبقى لا لي بريمتر ولا لي اريا اصلا ورا هو ترانجل اساسة. يبقى روت سري اوفر فور هي الانسر. خلي بالك من الاسئلة دي. طيب. ناخد اسئلة تاني في السريع بقى افكركم بالكلام اللي قلناه. احنا اتفقنا عايز اعمل ده. يلا. هتقول هنا في فكتوريال تولف. طب دي فكتوريال ترتين. اعمل ترتين بقى. طلع لي ترتين برا. زي ما اتفقنا. هنقول هنا ترتين. فكتوريال تولف. شيل دي معا دي. تبقى وان اوفر ترتين. ادي نمبر وان. طبعا دي القالة تخلص لك الكلام ده. مش محتاج انك تعمل سكيلز هنا. كلنا عارفين طبعا نعمل فكتوريال فايف. اللي هو فكتوريال فور ده ب 24. فكتوريال تريب سيكس. وطلع الانصر. خليك معايا هنا بقى. دي فكتوريال 8 على فكتوريال سيكس. اعمل رديوس مرتين. يبقى 8 باي 7. فكتوريال سيكس. على فكتوريال سيكس. مينس. هوصل ال 7 ل 5. يبقى 7 باي 6. فكتوريال 5. ودي برضو فكتوريال 5. شيل دول مع بعض دول مع بعض. هتطلع 56 مينس الفورتيتو. اعمل طبعا سبتراك. تطلع معك بفورتين. هيا دي عايزك بقى توقف الفيديو وتحل الافكار دي مع نفسك مرة كمان. طيب. اسئلة زي اللي قدان مجدية مثلا. بص معاك كده. اول واحد هنا بيقول ايه. هنا فكتوريا الان بسبن هندرد توينتي. المفروض حضرتك تجيب الان. هتقول يا مستر وانا جيبها ازاي دي بقى ان شاء الله. هي لها طريقة طبعا. اللي هي ايه. ان حضرتك هتمسك السيفن هندرد توينتي تعمل لها فكتوريزيشن. او جرب بقى اعمل استيميشن بالكالكوليتر. هتطلع فكتوريا لسيكس. خلاص كده. هتبقى الفكتوريا لقد الفكتوريا ليبقى الان بسيكس. اكزامبل تاني. هنا فكتوريا الان مينس وان على فكتوريا الان مينس ري. هعمل رديوس. اوصل الان مينس وان دي لان مينس ري. يبقى طلع ان مينس وان مرة. وبعدين ان مينس تو. وبعدين اكتب لفكتوريا الان مينس ري. over factorial n-3 الكلام ده 30 شيل دول مع بعض هتبقى n-1 في n-2 equal 30 ما تعملش بقى الطريقة العقيمة بقى هتقول لي دي 6x5 ما تقعدش تعمل لي n في n وال1 في 2 والmeans والextreme انسى دول successive 30 يخد 2 numbers يبقى الproduct successive وراء بعض يبقى هنا 6x5 خد n-1 اكبر ولا n-2 هتقول لي n-1 اكبر يبقى خد الكبيرة اللي هنا هتبقى ال n ب7 او تاخد n-2 الصغيرة دي equal 5 تطلع also ال n equal 7 ال 2 طبعا زي سيم انسر ايه دي سؤال كمان طيب نكمل هنا المسألة دي جميلة جدا يعني المسألة دي نحلها الاول وبعدين نبقى نحل الفكرة اللي جاي دي هنا طبعا المسألة دي بيقول لكن ايه n-1 ب12 طلع لل n كده اخلي بالكوا ساعاتي بقى في مسألة مركبة يقول لك هاتلي مثلا فكتوريال 3 او n-3 في الاخر يبقى اللي تشوز مش هينفعك يا جماعة ركزوا لما اقول لك مثلا تعال لي كده على جنب n-1 كده عمل لي كده ريديوس هتقول لي n-1 فكتوريال n-2 طبعا ايه ازا رجع دي لأصلها يبقى تحط n-1 جوه الفكتوريال اللي هيدي طب لو عملت ريديوس مرتين يعني n-1 في n-2 فكتوريال n-3 يبقى حضرتك ممكن تشليل اتنين دول وتحط اول واحدة دي جوه الفكتوريال ترجحها لاصلها يعني لازم الكوفيشن تبتع ال n اللي جوه يبقى زي اللي برة طب d2 n-1 يبقى لازم تبقى d2 n ازاي ال n كانت جوه طلع ببرة n تبقى d2 n-1 ماهي لو كانت دي جوه n يبقى لجوه الفكتوريال يبقى n-1 لا d2 n-1 يبقى ضرب ده 2 يبقى المفروض دي كانت تبقى 2 n يبقى ضرب 2 هنا 2 n-1 طبعا عملت multiply 2 هنا يبقى عمل لي كمان هنا multiply 2 زي ما عملت multiply 2 هنا 12 if 2 تبقى 24 دي بقى قدر ادخلها جوه الفكتوريال اللي بقى دي فكتوريال 2 n طب فكتوريال 24 اللي هي فكتوريال 4 لاني فكتوريال 4 بتوينتي 4 يبقى 2 n equals 4 اعمل divided by 2 طلعنا ال n بتو مسألة جميلة جدا حيثة الكووفيشنط دي مهمة قوي طيب لو جبتلك سؤال زي اللي قدامك ده عايزة اعمل reduce ده نرجع بس كده وعايزة اعمل simplify وطلع الانصر هنا اولا خلي بالك بقى انا معلش يعني ايه ده خلاص حلناه هناخد ده بقى بص كده للسؤال اللي قدامك ده هتلاقي عندك 3 فكتوريال قصتنا مش في النوموريتور قصتنا في الدينامونيتور اقدر اوصل مين لمين مين اصغر فكتوريال فيهم بالبلد كده هتقول لي فكتوريال n خلاص يبقى وصل لي n plus 1 وn plus 2 لفكتوريال n يعني سيف فكتوريال n ده في حاله وتبقى دي 2 طلع لبقى n plus 1 دي بره في فكتوريال n اهي مينس 56 n plus 2 دي طلها لبرة وبعدين كمان مرة n plus 1 فكتوريال n وحد لليونيتس كلها وحد للفكتوريال طب وبعدين بسهولة بقى عامل السيمبليفاي شيل الفكتوريال مع الفكتوريال مع الفكتوريال هنا يبقى معك 1 over هنا يبقى معك 2 وركز بقى عشان هديك حاجة هتنفعك للزمن هنا مينس 56 over اللي اتنين دول n plus 2 في n plus 1 equals 0 يا جماعة الناس اللي بتكره الكومان دينمونيتور بصوا يا جماعة الكومان هعمله ازاي هعمل كومان دينمونيتور على مين على التوب راكتس n plus 2 n plus 1 دي n plus 2 n plus 1 يبقى دي مش محتاجة حاجة دي n plus 1 عايزة n plus 2 يبقى زود n plus 2 فقوة تحت دي ما معهاش يبقى تحط الاتنين فقوة تحت n plus 1 في n plus 2 هنا وتبقى دي n plus 1 في n plus 2 ايه بس كده كده بقى هاوحد الدينمونيتور على مين n plus 1 في n plus 2 تعالى نجمع لفوق وانت بتجمع اعمل ملتبلاي n في n بقى n square 1 by 2 تبقى 2 قدي المين زيب n الاكستريم زيب 2n يبقى الاتنين مع بعض 3n ده خلت 2 هنا في ال n بقى 2n وال 2 في 2 تبقى 4 minus 56 الكلام ده طبعا هيبقى equal to 0 على 1 cross بقى ده الدرف في 0 تبقى خلاص هيبقى عندك n square 3n وعندك كمان 2n بقى 5n وعندك هنا 4 و2 6 شلها من 56 بقى 50 هنا equals 0 يبقى انت هتعمل factorization n plus 10 وn minus 5 equals 0 هتطلع ال n معاك ب5 ونجاتف 10 النجاتف 10 refused يبقى انت طلعت ال n بتاعتك ب5 ايه دي سؤال جميل من الاسئلة اللي عندنا طيب الpermitation بقى جماعة ده الموضوع التاني عندنا في حلقة النهار ده ايه قصة الpermitation لو ما كناش فاهمين الفاكتوريا الكويس ما كناش هنعرف نمشي في الpermitation معلش هطول شوية في الحلقتين ان شاء الله الحلقة دي والحلقة اللي جاي يعني ايه permutation اصلا لما قولك permutation يعني نقولي تبديل يعني ايه تبديل تعال كده نشوف كده مع بعض قدل اكس فيها set of 3 و4 و5 و7 وطلبت من حضرتك اعمل لي permutation over set x taken 2 as time يعني اختر لي 2 digits من هنا بس بشارت تاخد لي بقى ارقام اعرف ابدلها مع بعض يعني ما ينفعش تاخد لي 33 مثلا يعني هعمل ليه بسرع هبدلهم ازاي ما ينفعش هبدلهم يبقى لما تاخد لي 2 times هنا او سوري number في 2 digits تقول لي 35 وعشان ما تتوهش يبقى 53 34 و43 ده كده permutation عمل ببادله 37 او 73 خلصنا 3 خش على 54 او 45 57 او 75 خش بعد كده على 47 وبعدين 74 اللي هما دول كلهم هتقول لي عدهم كده قول لي كده واده 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 يبقى كده كل الى ممكن يطلع هما 12 طبعا مش معقولة الطريقة العقيمة دي ها وده اكتب بقى كل شوية لأ انا عايز عرفهم مكان من غير مكتبهم يعني لو كان عندي مسلا 11 هنا 11 items مثلا وقلت لك اختار لي بقى مسلا ونمبر اكتب كل النامبر دي لحد الليل ما يجع مش ممكن طبعا دي بقى تكتب بطريقة تقول لي ازاي اقول لك يا سيدي اقول لك انت عندك هنا يعني هقول لك انت عندك هنا هتقول لي حطها اللي فوق هنا عايز تعمل عايز اعمل بس يا مستر هي دي يعني انت عندك بس طبعا مهم جدا العشان ما تقوليش 33 طيب يبقى براحة كده ادي اول واحدة اقول ايه يعني انا عندي ادي الكالكليتر خلي بالك هي بتجي عالك الكالكليتر اعمل فيه زرار كده الملتبلاي مكتوب في NPR هي دي NPR اكتب كده 4 وبعدين shift ملتبلاي واكتب 2 هتلاقيهم 12 يبقى انا عندي 4 elements او 4 elements choose 2 elements بس with order او عندك 4 elements choose 3 او choose 2 different elements بس برضو with order طب جميل اوي طب انا حلها ازاي 4 P2 خلي بالك ده انا بسميه ونسميه الابر او يا سيد الابر واللاور يبقى حضرتك تعمل لي 4 باي 3 دايما بنعمل زي الفكتوريال يعني موتش ما روحش للاعلى هروح للاقل يبقى بعدة باش مهندس يبقى صح يبقى يعني تطلع معك او تكتبها بالطريقة دي طيب لو قلتلك مثلا دي شفت ملتبلاي خلاص لو قلتلك 8P3 تقول لي والله انا عندي 8 elements بس يبقى تقول لي 8 باي 7 باي 6 الوردر هنا يبقى 8 باي 7 باي 6 اهم او تكتب 8 شفت ملتبلاي 3 ايكولز تطلع معك على طول طيب لو قلتلك 2P3 ينفع يبقى عندك 2 elements تشوز منهم 3 ازاي ازاي هم توقع اصلا يبقى انا ااسف يبقى المنظر ده ما ينفع يبقى لازم يبقى greater than or equal lower او المهم او مهم او الكلام ده جماعة بقى في الفيديو اسمعوا مرة و 2 و 3 طيب 8P3 بقى لما اجت علي بقى نتمر نسوى اقول لك 8P3 اللي هي مين هتقول لي عايز 3 factors هنا 9P4 هتكتب 4 factors هتكتب 8 factors هتكتب 12 factors طيب 8P3 اللي هي مين هتقول لي برضو مش عايز الانسر عايز بس الاول successive number هتقول 8 by 7 by 6 مهم جدا تكتب لي طيب 9P4 عايز 4 factors يلا اقول معايا تقول لي 9 by 8 by 7 by 6 هي علاقة الترتيب مش اكتر جميع طبعا عايز تطلعهم على الكالكليتور طلع الانسر هنعايز وصل لحاجة معينة هنا طبعا 15P8 هلعو هتكتب بقى 15 في 14 في 13 في 12 في 11 في 10 في 9 في 8 لحد ما وصل 8 terms اكيد لا امال اعمل هعلمك تجيب من غير ما تكتبهم كلهم يعني مثلا لو عندك 100C55 هقعدك 55 factors من شاء الله ما تكتبهم امال اكتبهم ازاي بص معايا كده لو انا عايز اجيب ال last ده اجيبه ازاي 8 minus 3 كام هتقول لي 5 زود عليه 1 يبقى 6 يبقى 8 minus 3 plus 1 يديك ال last بص كده طبق هنا 9 minus 4 كام هتقول لي 5 زود 1 يبقى 6 يبقى 9 minus 4 plus 1 طب 15 بيت بدل ما تكتبها كلها اقول 15 في 14 في 13 space اخر ترم يجيبه ازاي اعمل 15 minus 8 plus 1 يبقى 15 minus 8 7 plus 1 يبقى 8 يديك ال last turn كمان مرة 20 بيت وال من يقول لي من ال last turn يا ولاد برافو عليك اعمل 20 minus 12 plus 1 20 minus 12 يبقى 8 plus 1 يبقى 9 هقول 20 في 19 في 18 لحد ما وصل لل 9 طب لو انا عايز رول بقى دايما اللي فوق ده بنسمي n ودايما ده بنسمي r n pr يبقى last term اللي هو n minus r plus 1 8 minus 3 plus 1 9 minus 4 plus 1 15 minus 8 plus 1 20 minus 12 plus 1 يبقى last انت تقولي يا مصر ده مش عندي في المنهج يا ابني هيسألك بحاجة زي كده موضوع معتمد كله على فهمك للقصة كلها طب سؤال على الحتة دي اوه معلش خليك معي هنا n pr عايز افك ده بقى هتقولي n pr اللي هو n في n minus 1 في n حيات دي ما وصل لاخر term n في n minus 1 في n minus وفي n minus مين اخر term اللي هو n minus r plus 1 اللي هو last factor لازم تعرفو بشرط لازم ال n يبقى greater than or equal r مش بس كده ده لازم ال n دي كن موجودة في z positive ولازم ال r دي كن موجودة في ال n دي ادبيات السؤال على القصة دي لو قلتلك مين اللاست فاكتور هنا هتقولي اللاست فاكتور ده انا ااسف if the last factor ل2 n minus 5 ب11 ب21 اخر فاكتور هو 21 تبقى ال n دي بكام تقولي استنى يا مستر اللاست فاكتور ده نجيبه ازاي اعمل اللي فوق ال upper minus lower plus 1 يبقى 2 n minus 5 ده اللاست فاكتور n minus r plus 1 يبقى 2 n minus 5 minus 11 plus 1 اهي 2 n minus 5 minus 11 plus 1 equal 21 اعمل ايكويجن بقى هتبقى 2 n minus 15 ب21 خرج لل 15 برا تبقى 36 اعمل divided by 2 تبقى ال n ب18 ده اللاست فاكتور اهو اللي choice مش هتنفعك لو عوضت بحاجة طيب اكزامبل تاني هنا لو قلتلك xp3 هنا بدربك بقى xp3 ب24 تبقى ال x بكام طبعا كلكم هتروحوا جاري على الكالكوليتور تجرب 6 وال 7 ماشي يا سيدي صح عايزة فاهمك يا جات منين لان في مسائل مركبة يا جماعة يقولك هتلي فاكتوريال x minus 2 شكرا بازت معاك يبقى دول مش هينفعوك خليك معايا بقى خد الطريقة بقى xp3 دي تبقى ايكوال كام لازم حاجة ب3 يعني لازم حاجة ب3 تديك 24 خد الطريقة الجميلة بقى هو انا عوض اجرب اقولك لا يا سيدي ما تجربش الرقم اللي موجود في الدوم صافيكس هنا 3 اللي هو اللاور ده اعمل كيوبك ده 3 الرقم ده يبقى هو الروت بتاع ده اعمل كيوبك روت 24 يعني لو دي 2 اعمل سكوير روت 24 لو دي 8 اعمل 8 روت 24 دي 3 اعمل كيوبك روت 24 ارميلي دي عالكالكيليتر هيتلع توب جرب سري بقى جرب سري بي 3 مش هتنفع جرب بي 3 هتجي معاك على طو اهي جد بدل ما تقعد تجرب كتير يبقى صافيكس ده او اللاور ده هو الروت يا ولاب بتاع مين بتاع الانصر عايز تجرب جرب خلاص يبقى اكس بي 3 اكوال 4 بي 3 اللاور يبقى اكس بي 4 يبقى تختار لطبع النمبر دي حاجة في السريعة كده طب لو قلتلك تو اكس ماينس 1 بي 2 بتو هندرد تن تبقى الاكس بكام تقول استنى يا مستر اجيب دي ازاي لازم تو هندرد تن تبقى حاجة بي 2 يبقى تعمل في لحظة لكن بقى تقعد تجرب لي مش عارف 3 بي 2 7 بي 2 لا يبقى تاخد الروت عشان دي 2 اعمل لو دي 3 اعمل كيوبك روت كده خلاص بقى اكوال 15 بي 2 يبقى الابر اكس ماينس 1 اكوال 15 2 اكس ماينس 1 اسف اكوال 15 يبقى 2 اكس ب 16 يبقى اكس ب فلازم تبقى فاهم احنا كنا بنعمل عشان تشتغل هنا اكس بلاس 1 بي 3 ب 60 انا عايز اكس ماينس 2 بي 2 يبقى لازم اجيب الاكس وعبا هنا طب اجيب الاكس ازاي لازم ال 60 تبقى حاجة بي 3 يبقى حضرتك هتعمل الكيوبك روت عشان دي 3 لل 60 هيطلع تقريبا 3.9 خد الفور جرب فور بي 3 مش هتبعد اكتب من اتنين صدقني اهجات يبقى يبقى اكس بلاس 1 ب 5 اوعى مصطول تختار فور انا عايز حط لي فور هنا يبقى يعني طبعا طبعا او تكتبها على الكالكولي برضو مسائل مركبة بالرقم العجيب ده عايز يبقى هعمل للرقم ده كله لازم اعرف الرقم ده كان جرب كده هيتيجي معك على طول مجدش جرب مش هتبعد ابدا عمرت تلاتة بالكتير يا ولاد يبقى 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 تبقى عايز يبقى زي ما قلنا من شوية تختار لطبعا نمبر سي او ترميها على الكالكوليتور طيب عايز الميدل ترم ل 35 يا ولاد الميدل ترمي بيجي ازاي هتاخد الفيرست فاكتور بلاس اللاست فاكتور اوفر 2 ده رغوله الفيرست بلاس اللاست على 2 مين الفيرست فاكتور 35 مين اللاست فاكتور ها رد عليك كده 15 كلكم مصطيل ده ماش اللاست فاكتور ايوة كده اللاست فاكتور اللاست رد بلاس 1 يبقى لازم اجيب اللاست فاكتور الاول يبقى 35 مين 15 بلاس 1 تطلع 21 يبقى الفيرست فاكتور 35 بلاس 21 على 2 تطلع في الاخر equal 28 تختار لنمبر بي خلي بالك كويس اوي شان ما ادي حاجش عليك اجزامبل لو الميدل فاكتور لن بي 17 هي 21 تبقى الان بكام مين الميدل في اكتيب الرول بتاع الميدل فاكتور هتقول الفيرست بلاس اللاست over 2 الميدل حط ل21 مين الفيرست تقول لن من اللاست n مين 17 بلاس 1 على 2 طبعا تبقى 2 n مين 16 equal 42 خرج بقى 16 برا طلعنا الان 29 مسائل في منتهج جميل افكارها سهلة لكن محتاج انك تتضرب عليها كتير تعال بقى ديك رول جميل بقى مين n b 3 هتقول لي بقى انا عايز 3 فاكتور اللي هو n و n minus 1 و n minus 2 بس طب انا لو قلتلك لو انا يعني زودت كده كملت لحد n minus 3 n minus 1 لحد تحت حط زي كأنك ما عملتش هاج طب انت ليه بتعمل كده يا مستر ما هو اللي فوق ده يا ولاد اللي هو فاكتوريا ال n صح كده اللي فوق ده فاكتوريا ال n اللي تحت فاكتوريا ال n minus 3 الاولاني ديك الفاكتوريا الادام خلصت ب 1 الاولاني n بقى فاكتوريا ال n هنا الاولاني n بقى رول بقى ولين اغنيها يلا يبقى n b 3 عبارة عن ايه فاكتوريا للي فوق over فاكتوريا للي فوق ومينس اللي تحت ال p تديلك 2 فاكتوريا لل فاكتوريا لل فاكتوريا لل فوق ومينس اللي تحت قلها هكذا مفيش مشكلة طب n b 6 ل فاكتوريا لل فوق اللي هو فاكتوريال n. over. فاكتوريال n-6. خلصت. مطاقش تعمل كل العاكة ده. رول بقى. لما قولك n-pr تقولي فاكتوريال n على فاكتوريال n-r. طيب كمان واحدة. n-1 p4. هتقولي فاكتوريال اللي فوق. فاكتوريال n-1 over. فاكتوريال n-1-4. يبقى n-5 يا مصطول ويا ربي ما نطلق بطينا. لما قولك 3pr-1 تقولي فاكتوريال 3 اللي فوق. over. فاكتوريال 3 مينس r بلاس 1. يا جماعنا بغير الإشارة بتعتلي تحت. يعني ده مينس 4. n-6. n-3. يبقى 3 مينس r بلاس 1. 3 مينس r بلاس 1. غير دول. يبقى 4 مينس r جوال فاكتوريال. ده اللي هو البرميتيشن. طب مسائل بقى. لو قلتلك 6pr equal 4 multiply 6pr-1. الار بكام برضه هتقولي تجرب. يا ابني ممكن يطلب منك فاكتوريال r بلاس 2. بازت معاك. افهم يا ابني انا عامل ايه. أي p 2 فاكتوريال. يبقى 6pr. اللي هي فاكتوريال 6 over. برافو عليك. فاكتوريال 6 مينس r. multiply. حط الفور الاول. أو equal the four. هنا 2 فاكتوريال. فاكتوريال 6. على فاكتوريال مين بقى؟ أيوة رد. 6-r بلاس 1. أيوة كده جدع. اللي هي 7-r. 6 مينس r بلاس 1. يبقى 7-r. أدام في equality sign هنا طير دمعة دا. طب دي فاكتوريال 6-r. الريديوس بقى اللي واجع قلبنا في الفاكتوريال. أوصل مين لمين؟ مين الكبير في دول؟ أتقولي 7-r. يبقى طلع لبرا 7-r. ومينس منها 1. يبقى بقى عندك 1 على فاكتوريال 6-r. هنا طلع ل7-r برا. فاكتوريال 6-r. عملت الريديوس. طيرتهم مع بعض. أعمل كروسي. يبقى 7-r ب4. تطلع لر في الآخر بسري. تختار لنمبر 20. طب كمان واحدة. هنا بيقولك. n plus 1 p5 equal 30 multiply n minus 1 p3. يبقى ال-n بكام؟ ممكن نطلب n p5. أو n p2. ما ينفعش تختار على طول. ال-p2 فاكتوريال. الفاكتوريال اللي فوق. over فاكتوريال اللي فوق مينس اللي تحت. يبقى فاكتوريال n plus 1. على فاكتوريال مين؟ هتقولي n plus 1 minus 5. يعني n minus 4. equal to 30. هنا فاكتوريال n minus 1. over فاكتوريال n minus 1 minus 3. اللي هي فاكتوريال n minus 4. شيل دي معدي. أدام في equality sine واللتنين في الدينامونيتور. أعمل ريديوس أوصل n plus 1 لn minus 1 بالسلامة. طلع لي n plus 1. وبعدين n. ده اللي اصطلع قدامك. n plus 1 وبعدين n فاكتوريال n minus 1. ودي تنزل زي ما هي. شيل بقى الفاكتوريال مع الفاكتوريال. يا ابني عايز تعمل ملتبلاي اعمل. لكن 35 by 6. الكبيرة هنا n plus 1. مع الكبيرة هنا 6. أو الصغيرة مع الصغيرة. يبقى n 5. يبقى تختار لنمبر سين. يا رب يكون يا جماعة الموضوع بقى سهل. هنا بقى جبتلك موضوع جميل جدا هيعجبك. n p2 و n p3 و n plus 1 p3. دولت 4 من n arithmetic sequence. هاتل ال n. ربطتلك الدنيا ببعضها. arithmetic sequence. أيوة. arithmetic sequence لما كنا بنقول الاي والبي والسي arithmetic. قلنا double middle to b equal a plus c. يبقى double middle. يبقى 2 n p3. اهي. equal sum لدول. n p2 plus n plus 1 p3. دي تطلع كام تحط التول أول. واثنين factorial. factorial n على factorial n minus 3. equals دي factorial n على factorial n minus 2. plus n plus 1 factorial على factorial n plus 1 minus 3. يعني n minus 2. عايزين نعمل plus اللي ايهم هنا بقى. هعمل reduce يا ولاد. dn factorial n factorial n دي factorial n plus 1. حضرتك طلع لدي بره. اهو. تيبي زي ما هي اهو. وهنا خلي بالك معلش. نقولهم كلهم. هطلع n plus 1 بره يبقى جوه factorial n زيدي. هنا طبعا هوصل n minus 2 لn minus 3. طلع لn minus 2 بره. factorial n minus 3. وهنا. قلنا قلنا n plus 1 factorial n. هنا طلع لn minus 2 بره factorial n minus 3. كده اللي انا عملته ايه بقى؟ شيل الn مع الn مع الn. الف factorial n minus 3 مع n minus 3 مع n minus 3. فوضل هنا 2 على 1. هنا 1 على n minus 2. وهنا n plus 1 على n. طبعا لتنين سيمدي نمونيتور. يبقى انا هكتب n minus 2. اعمل قد بقى. يا مصطول n plus 1. مش هالا هتبقى عندك plus 1 اللي هنا. يبقى n plus 2. كروس ملتوبليكيشن يا باش مهندس. يبقى 2 n minus 4 equal n plus 2. هاتل n مع الn تطلع الn في الاخر بسيكس. سؤال جميل. وممكن طبعا يقول لك geometric sequence. يبقى ده power 2 equal product الدول ده لو جات لك في الامتحان. اه تعالي بقى. n p 1 يدي لك كام؟ هتقول لي n p 1 يدي لn. ده الرول اصلا. جي منين اثبته لك. هو سهل. هتعمل اتنين فاكتوريا. فاكتوريا الn على فاكتوريا الn minus 1. طلع الn برا. يبقى n فاكتوريا الn minus 1 على فاكتوريا الn minus 1. يروح ده معديب بقى n هي. يعني لما اقول لك 5 v 1 تقول لي 5. 7 v 1 تبقى 7. اي حاجة b 1 يبقى هي الحاجة دي. يبقى 9 v 1 تبقى 9 وهكذا. طب لو قلت لك n b 0 تبقى 1. اي حاجة b 0 ب 1. 5 v 0 ب 1. 7 v 0 ب 1. جات منين. اعملها اتنين فاكتوريا. فاكتوريا الn. على فاكتوريا الn ما ينزلو. طب ما هو n ما ينزلو بn. رحوا مع بعض يبقى 1 خلاص. طب n b n اللي هي مين بقى؟ اليها فاكتوريا الn جات منين. اقول لك فاكتوريا الn. على فاكتوريا الn ما ينزل. اليها فاكتوريا ال0. واصلا فاكتوريا ال zero ب1 ياو لاي. فاكتوريا ال0 اصلا ب1. يروح مع بعض يبقى هنا في الاخر فاكتوريا الان. طيب. بيبقى فاكتوريا الń في الاخر هتطلع في الاخر عندك او فاكتوريا ال zero ب1. انا سبطتهم بس الاسبات طبعا مش عليك. دي رولز n b one b n. n b zero b one. ن بي ن ليها فاكتوريال يعني 5 بي 5 يبقى فاكتوريال 5 3 بي 3 يبقى فاكتوريال 3 وهكذا طيب لما اقول لك فاكتوريال 8 على فاكتوريال 5 ممكن اعملها بطريقة جميلة بقى اسمعني باشوف انها اقول لك اي الحاجات دي كلها سكيلز انا ممكن احول دي لبي لما يبقى عندك اتنين فاكتوريال ممكن اعمل بي كده وحط 8 فوق واعمل 8-5 سري حولته طب ما هيدي فاكتوريال 8 على فاكتوريال 8-3 5 كمان واحدة امقول لك فاكتوريال 10 على فاكتوريال 3 هلعبها اطلع 10 في 9 في 8 عشان اوصل للسيرام ان شاء الله ما اتعملت اعملها بي حطي للتن هنا واعمل دول ماينس لبعض يبقى 10 بي 7 خلاص يحطهم اتنين فاكتوريال يبقى انا هقول ايه حط البي زي ما اتفقنا تقول لي 8 بي 5 آسف 8-5 3 حط البرميتيشن ال 8 أبر الور 8-5 3 كمان مر فاكتوريال 9 على فاكتوريال هل معقول اطلع عن 9 في 8 في 9 في 7 في 6 في 4 اكيد لا اعمل بي 9 بي اعمل 9-3 6 يبقى 9 بي 6 دي بقى هتعمل فاكتوريال 9-6 فاكتوريال 9-6 ما تكتبهاش تبقى 4 كمان مر لو قلتلك 10 plus 6 equal 5 n plus 5 هتقول لي عايزك تجيب ال n هتقول لي يا ميستر طب ما نعمل reduce هتطلع ال n plus 6 برة واحط n plus 5 n plus 5 جوة الفاكتوريال equal d هيروحوا مع بعض ما عملناش حاجة يبقى ال n جت هقول لك ماشي طب جرب لي كده احنا بندردش هوا هتقول لي برضو اطلع n minus 6 وبعدين n minus 7 الفاكتوريال n minus 8 اهو خلصت يا ميستر هاي ما ام برضو ايكوالز البعض وطير دي معادي طب عملي دي بقى كده باش مواندس معقولها هتطلع n minus 2 و n minus 3 و n minus 4 و n minus 5 فاكتوريال n مستحيل مش هتخلصها في يومك ابدا اما لا اعمل ايه اسحب لي الفاكتوريال الصغير تحت الكبير عملي n minus 2 جوة الفاكتوريال على فاكتوريال n minus 6 equal 360 وحول لي دي تخلص معك في سطر يبقى p يبقى n minus 2 اتكتبقى لي كده اهي n minus 2 فوق p كان بقى n minus 2 minus n plus 6 العكس الاشارات دي ال n مع ال n يبقى equal 360 وطبعا نشوف 360 ازا ما اخدنا من شوية كان بي فور واتطلع ال n دي صفحة طب تعالي نحل دي بقى هالمعقول بقى وصل n minus 3 وبعدين n minus 4 ون minus 5 ون minus 3 عشان اوصل ان شاء الله ما وصلت هتوصل ده انت توصل السنة الجاية اسحب للفاكتوريال الصغيرة تحت الكبيرة يبقى n minus 3 over factorial n minus 7 equal 54 اعملها لp يبقى n minus 3 p كام n minus 3 minus n plus 7 او n minus n بزيرو خلاص negative 3 minus negative 7 تبقى 4 ده اعمل بقى 4 ثروت للرقم ده واتجرب هيتلعتين بفور lower add lower يبقى n minus 3 بتاني يبقى n بترتين طب مسألة كمان دي من الاجبشة نوليجي بانك يقول لك factorial n plus 1 على factorial n minus 1 equal 42 هات n b1 plus n b2 plus n b3 هقول لك سهلة بقى ممكن تعمل reduce او ممكن تحولها p هطلع n plus 1 وبعد كده n بس انا عرقى انا حولها p يبقى n plus 1 p كام بقى n plus n minus n بزيرو 1 minus negative 1 يبقى 2 42 دي اللي هي مين 7 p2 اعمل square root لو 42 عشان دي 2 ياولاد square root لو 42 هتلاقي 7 p2 على طول يبقى n plus 1 ب7 تبقى ال n ب6 حط لي 6 هنا و6 هنا و6 هنا وحضرتك معاك الكالكوليتور طلعهم هيتطلع 156 كمان واحدة برضو n b3 equal 7 في n minus 1 p2 انا عايز احسب دي يبقى مش هينفعك ال choices دي 2 factorial factorial n على factorial n minus 3 7 p دي 2 factorial factorial n minus 1 على factorial n minus 1 minus 2 n minus 3 برضو شي لدمعة ده طلع ال n برة وبعدين n minus 1 جوه factorial equal 7 نفس راحوا مع بعض يبقى ال n ب7 حط لي 7 plus 4 يبقى 11 p7 minus 4 3 يبقى 11 ب3 اللي هي 11 times 10 times 9 يطلع نين 190 لما 3 factors عشان دي 3 ياولاد معلش طولت عليك اول نهار ده معلش هنا لو قلتلك n pr to n minus 1 pr minus 1 equals mean ال choices مش هتنفعك هنا 2 factorial factorial n على factorial n minus r divided by عشان دي ريشيو factorial اللي فوق n minus 1 على factorial n minus r بس لان ده minus ده بزيرو اهو طبعا لما تعمل divide هيبقى ده n minus r فوق هيروح مع ده انا طيارته من هنا يعني ممكن اعمل باي واطلع ده فوق وهيروح ده مع ده برضو هيبقى factorial مين بقى ايوة factorial n على factorial n minus 1 اهي طب انا ممكن اعمل factorial n طلع ال n برا factorial n minus 1 عشان تروح مع اللي تحت يبقى معك factorial n او يبقى n بس يبقى تختار لنمبر دي سؤال من الاسئلة الجميلة يا جماعة طبعا n minus m p3 equal للرقم ده شوف بقى ده كان يعني هاتي كيوب للرقم ده زي ما اتفقنا هتطلع في الاخر يبقى n minus m p19 خلاص عندك طلع على الكالكيليتر ال n ب26 وال m دي مش اللي فوق دي ال n هي اللي ب26 طي نحل بقى كان فكرة مع بعض هنا لما قول لك تعالى بقى ندردش مع بعض في الافكار دي بص يا سيدي هنا لما قول لك ايه يلا نحل مع بعض هنا 2 n plus 1 p4 2 n minus 1 p3 equal 72 to 5 عايز اجيب 2 n pn اعمل هنا اتنين فكتوريال يبقى فكتوريال 2 n plus 1 over فكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت يعني 2 n plus 1 ماينس الفور هتبقى 2 n minus 3 تمام كده نخلي بالك كويس جدا احنا بنعمل ايه طبعا دي divide by هتبقى دي فكتوريال 2 n minus 1 على فكتوريال 2 n minus 1 minus 3 اللي هي 2 n minus 4 equal 72 على 5 وبعدين هوصل 2 n plus 1 دي ل2 n minus 1 يبقى طلع ل2 n plus 1 وبعدين 2 n وبعدين فكتوريال 2 n minus 1 over هوصل 2 n minus 3 ل n 2 n minus 4 يبقى طلع لبرة 2 n minus 3 وحط لفكتوريال 2 n minus 4 لازم اوصل الكبير للصغير يا جماعة اعمل multiply اقلب بقى receiprical هنا طلع ده فوق نزل 2 n minus 1 جوه الفكتوريال التحت equal 72 على 5 هنا قدر نعمل بسهولة بقى يبقى انا خطير مين مع الفكتوريال راح مع الفكتوريال ده راح مع ده وبعدين ابقى معاك مين بقى اشتغل مع نفسك كده واحدة وحدة يلا هنا ممكن نعمل multiply هتبقى 2 n في 2 n تبقى 4 n power 2 و2 n في 1 2 n الدينامونيتور 2 n minus 3 الكلام ده equals 72 على 5 يلا نعمل الéquويتين ال5 في 4 ب20 n power 2 ال5 في 2 n يبقى 10 n equals 72 في 2 144 n وطبعا 72 في 3 ب216 يبقى 20 n square هات ال144 دي بالنجاتف يبقى 10 minus 144 يبقى negative 134 n plus 216 جار يبقى على الكالكليتور هتطلع مرة beat before وتطلع ال n مرة equals 27 على 10 طبعا دي ما تنفعش يبقى ال n 4 هو كان عايز to n by n حط هنا 4 هتبقى دي 8 p4 اللي هي 8 by 7 by 6 by 5 وانت طبعا معك الكالكليتور تقدر تطلع على طول تطلع 16 80 يبقى انت كده خلصت سؤالك طيب مسألة كمان هنا بيقول ايه يا جماعة هنا بيقول لك ان 8 آسف معلش ناخد السؤال ده نحل مع بعض مش هنسيب حاجة متقلقوش اقول لك 8 pr equal 5 multiply 8 pr minus 1 عايز احسب دي يبقى لازم اجيب الر الاول طبعا ما دي فاكتوريا 8 على 8 minus r equals دي 5 فاكتوريا 8 برضو على فاكتوريا يا جماعة 8 minus r plus 1 8 minus r بتعكس الاشارات اللي تحت يبقى 9 minus r شيل الفاكتوريا ده مع الفاكتوريا ده طلع لي 9 خليها فاكتوريا 8 minus r طلع لي 9 minus r برا الفاكتوريا و minus منها 1 يبقى 8 minus r اسف اه 8 minus r منها minus 1 خلاص شيل بقى الفاكتوريا مع الفاكتوريا يبقى 9 minus r ب5 هتبقى الر ب4 كده انا جبت الر خلاص بعد ما جبت الر روح عوض لهنا هو عايز من فاكتوريا شيل بقى الر حط 4 دي فاكتوريا 4 plus 1 يبقى 5 هنا فاكتوريا طبعا 4 minus 1 3 على 4 وطبعا دي فاكتوريا 4 minus 3 1 ودي فاكتوريا 4 minus 2 تبقى طبعا ممكن اخرج دي برا يبقى فاكتوريا 4 وطبعا دي 5 فاكتوريا 4 دي وسعي دي خالص اهو او تحسب ها بالكالكليتور ما تزعادش نفسك 4 3 وطبعا دي 1 ودي 2 1 1 شيل دا معده وده معده وده معده هيبقى معك 1 على 5 plus 1 على 4 plus 1 طلحها طبعا اسف دي 1 على 2 معلش معك بقى كالكليتور تطلع معك 19 over 20 يبقى انت كده خلصت سؤالك خلاص ايه دي فكرة كمان طيب ناخد كمان فكرة يا جماعة لو قلتلك proof ذات دي دي مسألة من المسائل هو طبعا مش هيجيلك proof بس اقولها لك بردو انت طبعا هتمسك left hand side n b r factorial n على factorial n minus r plus هتبقى d r factorial n على factorial n minus r plus 1 n minus r plus 1 وبعدين هعمل common dinamonitor على مين هتقول لي على factorial n minus r plus 1 لاني دا اكبر من دا طب ركز بقى معاي دا لما عمله divide by دا يطلع ايه يعني لو انا عايزي اعمل factorial n minus r plus 1 على factorial n minus r اقول لك اعمل reduce يا اخي يبقى n minus r plus 1 برا minus 1 منها يبقى factorial n minus r على دي هيروحوا مع بعض يبقى هنا n minus r plus 1 خلصت plus دا هو دا وطبعا في factorial n ما تنسوش جوه معاك هلا يبقى هنا يضر في factorial n plus دي هي دي يبقى r factorial n طب ما انا ممكن اعمل ايه اخد factorial n من فوق common لما اخد factorial n يبقى n minus r plus 1 هنا ولما اخد دي يبقى لي هنا r وطبعا دي تنزل زي ما هي لسه في simplify طبعا الر رحت مع الر دي تبقى n plus 1 factorial n ودي factorial n minus r plus 1 طب مهدر reduce بتاع factorial n plus 1 يا ولا نخلي دي جوه تهي نرجحها لأصلة انا ممكن اخرجها برا يبقى factorial n ودي زي ما هي كل دا number 1 تعال بقى نمسك الري تهيان سايد هقول factorial اللي فوق اللي هو n plus 1 على فكتوريا اللي فوق minus اللي تحت يعني n plus 1 minus r اللي هي n minus r plus 1 دي هي دي يبقى left hand side equal right hand side اعرف اني ما عندكش مسائل زي دي بس قديني بقولك الافكار كلها هنا بيقولك عايز smallest value of n اللي تخليلك n c7 greater than n c6 او ساري ااسف n b7 greater than n b6 طب ما انا ممكن اجيب دي هنا يعني خليها n b7 على n b6 يبقى greater than 1 بقت سهلة خالص هي او تعملها اتنين فكتوريا الواحد يقولي يا ميستر لا انا مش عاجب خلاص يا سيدي اعمل لي فوق اتنين فكتوريا على فكتوريا الان مينس سيفن greater than فكتوريا الان على فكتوريا الان مينس سيكس شيل دي معاديه وبعدين لما قولك وان على تو اكبر من الوان على سري لو قلبت دول هيبقى تو سري يبقى تو اقل من سري يبقى قلب دول يبقى ن مينس سيفن ليس زين ن مينس سيكس طلع لي ن مينس سيفن بره وهنا فكتوريا الان مينس سيكس ليس زين فكتوريا الان مينس سيكس شيل دي معادي هيبقى مينس سيفن ليس زن وان صح ولا لا? هيبقى مينس سيفن ليس زن وان. انا اسف فاكتوريا ال-6 وفعلا نشيل دي معا دي اقلب بقى زي ما اتفقنا يبقى فاكتوريا ال-7 ليس زين فاكتوريا ال-6 طبعا ده اكبر من ده انا اسف معلش هيبقى ده ال-6 برا فاكتوريا ال-1 تبقى ال-7 تروح دي معا دي يبقى 1 ليس زين ال-6 هدل نحيا دي يبقى 7 اقل من مين يعني ال-n اكبر من 7 يعني ال-n ممكن تبقى 8 وممكن تبقى 9 and so on ايه دي فكرة كمان طيب كده يبقى احنا خلاص خلصنا ال-permitation يا ولد اسف ان كنت طولت عليكم لكن انا شرحت لك الفاكتوريا الباستفادة وشرحت لك ال-permitation برضو باستفادة يريد بقى الفيديو لو وصلك يريد تعمل لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من زميلنا المرة جاي ان شاء الله عندنا اخر حصة في منهج الالجبرا هنتكلم على ال-counting principle مش نسيه والله وان شاء الله ال-compination تمنيات القلبية لكم كلكم بالتوفيق لا تنسوني من دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته